موسيقى موسيقى الإيرانيون يودعون شهداء الاعتداء الارهابي في تشيع حاشد من شراز إلى مشهد وقائد حرس التورة يتوعد الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل بالرد الدفاع الروسية تعلن التصدي لأجوم الأوكرانيين بالمسيارات في خليج سيفاستوبول تكشف عن مشاركة البحرية البريطانية بتفجير السيل الشمالي لنقل الغاز انتلاق أعمال وزراء الخارجية التحضيرية للقمة العربية والجزائر تؤكد أن المصالحة الفلسطينية تحظى بدعم عربي كامل موسيقى أهلا بكم شيع الإيرانيون عددا من شهداء اعتداء شراز الإرهابي وسط مشاركة شعبية كبيرة حشوض شعبية ضخمة شاركت في مراسم التشيع في مدينة مشهد شمال شرق البلاد بعد تشيع شعبي في مدينة شراز قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي تهم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وإسرائيل بإثارة الفتنة في إيران وفي تشيع حاشد غصت به مدينة شراز لشهداء الاعتداء الارهابي الأخير على مقام أحمد بن موسى القادم في المدينة والذي أسفر عن 15 شهيدا من المصلين الأبرياء قال سلامي إن الثورة الإسلامية لن تتضرر أبدا بأعمال عدد محدود من المخدوعين بالمؤامرة الأمريكية والبريطانية والسعودية والإسرائيلية على الأمريكيين والبريطانيين والصهاين والسعوديين وإعلامهم الكاذب والمثير للفتن والمروج للشر أن ينظروا إلى شراز اليوم من السماء هذه هي شراز الحقيقية هذه إيران الحقيقية اليوم الجميع جاء ليثبت أن الثورة الإسلامية لن تتضرر أبدا بالأعمال الشريرة لعدد محدود من المخدوعين المؤامرة التي تشهدها البلاد هذه الأيام هي نتيجة شراكة أمريكا وبريطانيا والسعودية وإسرائيل هذه الأطراف كلها تكبدت هزائم كبيرة على يدكم خلال الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية واليوم هو يوم انتهاء أعمال الشغب هذا مشهد آخر من مشاهد الوحدة والتلاحم في إيران عشرات الألاف من المواطنين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم حاضرون هنا لإدانة أعمال الشغب والهجوم الإرهابي التكفري الآخر على الأبرياء مهما فعل العدو فلن يستطيع هزيمتنا أو سلبنا عزيمة الصمود أفعله الإرهابية هذه تجعلنا أكثر قوة يوما بعد يوم لا يمكن لداعش عبر أعمالها الإرهابية أن تخلق فتنة بين الشيعة والسنة في إيران فليعلم أن جميع من اجتمعوا اليوم هم تلاميذ في مدرسة الشهيد قاسم سليماني إذن المطالبة بالانتقام والثأر لدماء شهداء هنا لم تعد شعارات تطلق في الهواء بل تحولت إلى مطلب شعبي مهم يريد منه الناس ضرب أذرع العملاء والأعداء بيد من حديد أقول لآل سعود وسائل إعلامهم ولمن يقوموا بالتحريك وإدارة أعمال الشغل في البلاد سوف نسلب الأمن والطمئنة منكم فلا يمكنكم أن تزعزوا أمن بلد ما بينما تنعمون أنتم بالأمن عهدا منه سنعمل على تحقيق أهداف قائد الثورة ونبقى في الساحة وننتقم من الأعداء من محاربة للإرهاب إلى ضحية له تحولت إيران يقول المشاركون هنا هو مشهد يسعى أبناء شيراز لإيصاله إلى الرأي العام العالمي محذرين في الوقت نفسه من تبعات إثارة العنف في إيران وإجبارها على الرد بأساليبها الخاصة يثبت الإيرانيون مرة أخرى ولاءهم وانتماءهم لنظام الجمهورية في إيران مؤكدين أن أعمال الشغب والحدث الإرهابي هنا هما وجهان لعملة واحدة تقف خلفهما واشنطن وإسرائيل ملك عابدة من مدينة شيراز الميادين وكان قد صدر بيان مشترك لوزارة الأمن وجهاز استخبارات حرس الثورة أكد أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية وأجهزة حليفة لها ورجعية خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران وكشف البيان عن اجتماعات خارج إيران بين عناصر الاستخبارات الأمريكية وإيرانيين انفصليين ومعارضين يقول البيان المشترك إن الوثائق تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية وأجهزة استخبارية حليفة لها ورجعية خططت لإطلاق مؤامرة في إيران بهدف ارتكاب جريمة ضد شعبها ووحدة أراضيها وهيأت الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية وبحسب المعلومات يضيف البيان فإن الدورة الأساسية أدتوا الـ CIA بالتعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني وجهاز الاستخبارات الصهيوني قاتل الأطفال الموساد وجهاز الاستخبارات السعودية وعدة دول أخرى ويضيف البيان أن المعلومات الموثوقة تؤكد أن التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب كان من الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية كما يشير إلى أن المنظمات الاستخبارية والأمنية الأمريكية تخصص مليارات الدولارات كميزانية سنوية لمعرفة العناصر الذين لديهم استعداد ووصلهم بشبكات ذات توجهات غربية تحت غطاء أنشطة حقوق الإنسان وترويج الديمقراطية ويقول إن هذه الشبكات يقع على عاتقها التأسيس لنظام تغييرات اجتماعية وحرف مطالب الشعب والتحريض العام وخلق مطالب كاذبة بهدف إيجاد عدم الرضا ومن أهم أهداف مؤتمر أوصلو يقول البيان في إشارة إلى مؤتمر لجماعة خلق في 2016 كان دعم الحملات تحت عنوان دعم حقوق المرأة والأقليات في إيران وإيجاد تقارب بين هذه العوامل في إيران وفي أفغانستان مشيرا إلى أن أصحابه وضع عشرات المشاريع لتقف هذه الشرائح المتضررة في وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسب الوثائق السرية وأضاف أن أعداء إيران استأجروا حسابات لشخصيات مشهورة لديها ملايين المتابعات لفترة زمنية لنشر معلومات كاذبة أو موجهة مؤكدا أن هذه البرامج مرتبطة بزعزعة الأمن داخل البلاد وزيادة النفور والعنف في المجتمع الإيراني كما تحدث البيان عن إضافة قسم خاص في جهاز الاستخبارات الأمريكي وميزانية وقدرات بشرية في وزارة الخارجية في القضايا الإيرانية وفتح مكتب المعلومات والتحقيق ومكتب الأمن الدولي ومكتب مكافحة الإرهاب وعشار إلى أن الحكومة الأمريكية تتدخلت في الشؤون الداخلية وأعطت أوامرها لشركة ستارلينك من دون مراعاة المقررات والقواعد الدولية ومن دون الحصول على الرخص اللازمة من إيران بتزويد مثيري الشغب بإنترنت غير قانوني مضيفا أنه بالتزامن مع ذلك نشطت أجهزة استخبارات العدو إمكاناتها المختلفة لتهريب الأجهزة اللازمة لهذه الشبكة بشكل غير قانوني أعلنت وزارة دفاع روسي عن صد هجوم إرهابي شنته مسيرات أو مسيرات أوكرانية على سفن البحر الأسود في سيفاستوبول واتهمت متخصصين بريطانيين موجودين في منطقة نيكولايف بتوجيهه الوزارة أشارت إلى أن 16 مسيرة نفذت الهجوم الذي استهدف سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية التي كانت في ممرات خارجية ودخلية لقاعدة سيفاستوبول بالتوازي لفتت الوزارة إلى معلومات أكدت مشاركة البحرية البريطانية في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي قبل شهر لتخريب أنبيب السيل الشمالي في البلطيق التحضير للعمل الإرهابي الذي استهدف قاعدة أسطول البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول جرى في مركز عمليات البحرية الخاصة الأوكرانية بقيادة متقدماتهم في أوتشاكي وفقاً للمعلومات المتاحة شارك ممثلون عن هذه الوحدة من البحرية البريطانية في التخطيط وتوفير المعلومات وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطوط أنابيب الغاز نوردستريم واحد ونوردستريم اثنان وزارة الدفاع البريطانية وصفت الاتهامات الروسية لبريطانيا بالمسؤولية عن تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية نوردستريم بالكاذبة وفي تغريدة على تويتر اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أن الاتهامات الروسية تهدف لتحويل الانتباه عن الإدارة الكارثية للغاز غير الشرعي لأوكرانيا وفق تعبيرها كذلك أحبطت القوات الروسية محاولة أنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابرودجيا للطاقة النووية وقال عضو المجلس الرئيس لإدارة مقاطعة زابرودجيا فلاديمير روغا في تصريح لوكالة نوفوستي أن القوات الأوكرانية حاولت الهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر وقرب المحطة وأكد أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتن انتهاء عملية التعبئة الجزئية لثلاثمائة ألف شخص فيما تستمر براكز التجنيد في استقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين وقال شويغو أنه يجري إلاء اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تمت تعبئتهم قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بناء على الخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة نحتاج إلى التفكير ماليا وإجراء تعديلات على بناء جميع مكونات القوات المسلحة بما في ذلك القوات البرية يجب القيام بكل شيء حتى يتم تنفيذ التعليمات الخاصة بتحسين وتطوير القوات المسلحة الروسية في وقت قصير أود أن تنقل إلى القوات المسلحة متناني أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم وعلى عزمهم الرأسخ في الدفاع عن وطننا روسيا أي عن منزلهم وعائلتهم ومواطننا وشعبنا الجيش الأوكراني زعم مقتل أكثر من سبعين ألف جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية هيئة الأركان العامة أعلنت أن روسيا تواصل الانسحاب من خيرسون يستمر إجلاء الغزاة من الأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة خيرسون بما في ذلك من المؤسسات الطبية ويجري نقل جميع المعدات والأدوية من مستشفيات خيرسون العدو يحاول السيطرة على الأراضي التي تم الاستلاء عليها مؤقتا ويركز جهوده على كبح تحركات قوات الدفاع في اتجاهات معينة ولا يتخلى عن محاولات القيام بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأف دي اف كا يدعو زراء الخارجية العربة الاجتماعات التحضرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد بداية الشهر المقبل وفي مستهل الاجتماعات تتسلم الجزاء الرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية من تونس التي ترأست القمة السابقة وسيجري خلال الاجتماعات اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات وعقد جلسة تشاورية لاحقة بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية مستشار وزير الخارجية الجزائرية المكلف بالملف الفلسطيني صالح بوشا قال للميادين أن أعلان الجزائر هو خارطة الطريق لاستعادة القضية الفلسطينية على المستوى العربي والإقليمي والدولي لافتا إلى أن المصالحة الفلسطينية تحظى بدعم عربي كامل أضاف أن الجزائر مع إجراء إصلاحات في جامعة دول العربية إعلان الجزائر هو خارطة الطريق للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام إنه الانقسام يعني استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي الجهد الموجود حاليين هو أن نعتقد أن الإخوة الفلسطينيين وهم يوفقون ويوقعون على إعلان الجزائر فتحوا الطريق إلى باب مصالحة وطنية فلسطينية تدعم وحدتهم وتدعم موقفهم على المستوى الإقليمي والدولي والقمة العربية موجود لموضوع بالفقرة 17-18 وأكيد أنه يحظى بدعم ومباركة معظم الأختار وكل عدد الدول العربية الجهد الذي يتبقى فيما بعد هو آلية متابعة تنفيذ إعلان الجزائر هذا الشغل سيتم وضع الأسس له في هذه القمة وإن شاء الله مباشرة بعد القمة العربية ستقوم الجزائر بشراكة مع الأشيقاء العرب في تنفيذ خارج الطريق المتعلقة بهذه المسالحة قال نائب وزير الخارجية سعودي وليد بن عبد الكريم لخريجي بعدما استقبله وزير الخارجية الجزائري قال أنه بحث مع نظيره الجزائري جدول أعمال القمة العربية مؤكدا أن المملكة السعودية والجزائر لديهما كثير من المشتركات صحفنا في أعمال الدورة التي ستعقد اليوم ودائما المملكة والجزائر لديهم الكثير من المشتركات جامع الجزائر صرح ديني وثقافي يعد الأطخم في أفريقيا ويأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مسجد بعد الحرمين الشريفين يمتد على مساحة تزيد على ثلاثين هكتارا ويحوي إلى جانب قاعة ضخمة للصلاة أقساما ثقافية وعلمية قد تشكل مستقبلا مقصدا للمسلمين من جميع أقطاب العالم جولة داخل الجامع مع مفدنا إلى الجزائر حسن الشرارة يوم أرادت الجزائر إباز هويتها الدينية وثقافتها التاريخية ولدت نواة فكرة جامع الجزائر هذا الصرح الذي ربطت فيه صورة العظمة جاء كترجمة للوفاء لتضحيات الشهداء وتخليدا لعهد الاستقلال واسترجاع الدولة الجزائرية تأخذك تفاصيل هذا الصرح الديني إلى عالم من الروحنية الخالية من هموم الحياة تطوف فيه بدهشة حيث فيه لكل قسم غاية لم ينشأ بهذا الحجم الهائل عبثا هو معلم يعكس الهوية الحضارية للشعب الجزائري هذا البيت هو بيت الله تبارك وتعالى بني لنشر الدعوة الإسلامية وللوسطية والاعتدال ولنشر إن شاء الله المحبة بين شعوب المسلمين عموما وبين العالم خصوصا لأن المسجد هو يؤدي دور رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمثل في الرحمة هذا الصرح الذي يأتي في المرتبة الثالثة عالميا كأكبر مجد بعد الحرمين الشريفين تزينه منارة شكلت أعلى مئذنة في العالم يناهز ارتفاعها المائتين والثمانين مترا بتسعة وثلاثين طابقا خمسة عشر منها تعرض تاريخ الإسلام في الجزائر يعني يعبر أن تاريخ الجزائر والحضارة الإسلامية العربية هو صرح إسلامي الضخم بالنسبة للجزائر والعرب كفة وبعد نجده مشروعا حضاريا وثقافيا وعلميا مدمجا يحوي قاعة صلاة تتسع لمائة وعشرين ألف مصل تعله قبته الفريدة على ارتفاع خمسة وسبعين مترا وصحنان وفناء على مساحة ستة هكتارات إضافة إلى جامعة لدراسات الإسلامية ومراكز ومكتبة وقاعات ثقافية وأخرى لعلوم الفيزياء والفلك ذات يوم أريد لهذه الأرض التي بني عليها جامع جزائر أن تكون منطلقا لتحريف هوية القارة الأفريقية جمعاء واليوم نجدها شامخة بما عليها في قلب الجزائر العاصمة تظهر أصالة إسلامية تاريخية يتخطى عمرها الخمسة عشر قرنا في الجزائر حسن شرارة من أمام جامع الجزائر الميادين في فلسطين المحتلة أطلق مقاومون النار على حاجز الاحتلال في دهان جنوب غرب جنين فيما ألقى شبان قنابل محلية الصنع على جنود الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية وفي القدس المحتلة أحرق مقدسيون مركبات للمستوطنين في بلدة سلوان فجر اليوم ولسيما في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى كذلك تصدى المقدسيون لاعتداءات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة مجموعة عرين الأسود كانت قد أكدت أن المقاومة ستبقى مستمرة بيان المجموعة أكد أن من ضمن انتهاء العرين أو أنه يمتلك معلومات أصلا عن المجموعة واهم وقال البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاثة أقسام شهداء مضوا وجرحاء وقسم ينتظر ودع البيان بناء مدينة نابلوس المحاصرة إلى الخروج والنظر إلى طرقات المستوطنين ليروا أنها فارغة هذا وخرجت في مدينة نابلوس مسيرات عفوية دعما لمجموعات عرين الأسود وهتف المشاركون في المسيرة بالتأييد للمقاومة وتأكيد الالتفاف الشعبي حول مجموعات عرين الأسود كما شارك في المسيرة مقاومون من عرين الأسود وسط هتفات التأييد لهم لو مدنا لو اتدمرنا لو فعلوا الطهاين ما يفعلون بنا يطبئن العرين أمنا نقاتل من أمامهم ومن خلفهم ومن فوق روجهم ومن تحت أرجلهم أنتم الشرف فينا تضحونا بأموالكم وبأنفتكم وبأرواحكم من أجلنا وهذا عقل الواجب اللي يجب علينا أن نعمله لكم وندعو لكم بالتوتيق وأول ستدرانيكم ويعمل الضارة عن عيونهم وأن تكونوا متحدين مترابطين أقوية ترفعوا رؤوسنا في قتال الطهاينة تذكير بالعنوين الإيرانيون يودعون شهداء الاعتداء الإرهابي في تشيع حاشد من شراز إلى مشهد القائد حرس الثورة يتوعد الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل بالرد الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني بالمسيارات في خليج سيفاستو بور أتكشف عن مشاركة البحرية البريطانية بتفجير السيل الشمالي لنقل الغاز انطلاق أعمال وزراء الخارجية التحضيرية للقمة العربية والجزائر تؤكد أن المصالحة الفلسطينية تحضى بدعم عربي كامل للمزيد من الأخبار وتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net بلغات العربية الإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء.